سائرون عن قلقه حيال تطورات الأخيرة في سوريا بعد العدوان الثلاثية الذي نفذته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وذلك عبر قصف أهداف داخل سوريا وقال الناتق الرسمي باسم التحالف الدكتور قحطان الجبوري في بيان له إن التحالف سائرون يدين الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية التي استهدفت سوريا تحت ذريعة استخدام السلاح الكيميائية وهي ذات الذرائع التي تستخدمها الإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي في تسويغ عدوانها على الدول ذات السيادة والشعوب الآمنة في وقت تصمت صمت القبور عن كل الاعتداءات التي تقوم بها دويلة إسرائيل المحمية من نفس هذه الدول التي تمارس الإرهاب وأضاف البيان أننا إذا نؤيد ما دعا إليه سماحة السيد مقتدى الصدر بالقيام في تظاهرات حاشدة ضد هنا النوع من العدوان والصريح والمباشر ضد سوريا بدعوة أن الهجوم يستهدف النظام بينما الشعب السوري هو وحده من يدفع الثمن فإننا نؤكد أن المخاطر التي تترتب على هذا العدوان من شأنها أن تكون لها تداعياتها الكارثية على أمن المنطقة والاستقرار العالمي في ظل سياسة التصعيد من جهة والابتزاز من جهة أخرى التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحاول من خلال هذه الأساليب الهروب إلى الأمام في محاولة منه لتجاوز فضائحه الشخصية وأوضح البيان أن سكوت عن هذا العدوان من شأنها أن يشجع أمريكا وربيتها إسرائيل على المضي في سياسة ترويع الشعوب العربية بعد أن وجدت صمتا مريبا من الحكام العرب حيال ما تقوم به ترجمة نانسي قنقر